سؤال اليوم شو هو البلد اللي كنت قاتل حالي لسافر عليه وفشلت فشل كبير رمضان قريمين عادي علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية رمضان جانا رمضان جانا شو حضرتك شو محضرتين اليوم كثير أسئلة والله أنا جنيحة عندي والعاني اليوم القصة كبيرة قصة كبيرة أنا ماني عارف لنفس قصة كبيرة الله ما عارف عا فكرة بيغمدولي عيوني بيلابسوني تي شيرت شوفوا النودل هاي كثير بحبت التي شيرت كثير بحبت قصة كبيرة اللي قصة كبيرة يلا تفضلي أجل واحد ماهيك أجل تي شغلة واحدة بس عطيني شغلة واحدة سامن إذا السامن تقدر تحكي شو بتقولك كلني لا لا أعطيني شي تاني تحكي عنك توصفك أنت إذا السامن بدت توصفتني لقلي أنت كثير طيب عم تب شو قلتيلي كلمة حر أنا شو والله لك الشغلة بيعطيها الجواب ما بيعجبها الجواب تسألني كمان لتاخد جواب تاني شو أكتر موقف مخيف صار معك أوه قررت روح أدرس حكيم سنين بأوكرانيا ما تسأليني كيف حكيم سنين روح أدرس بأوكرانيا بتذكر المشهد هذا كتير قوي أم تطلعت فيي هيك وقالتلي من كل دول الكون نقات أوكرانيا لتدرس حكيم سنين ما بدي كتير أشرح لكم ليش أوكرانيا وروسيا بوقتها الموضوع عندكم بيبين واضح طبعا لا ما تفهموني غلط والله العظيم كرمال التلش رمضان كريم رمضان كريم كرمال التلش عنده نبلاد فيها تلش كتير وبيض وأنا سيفت بحب البيض هم فاهمين اه يا رجل قداش رجعتيني لورا يا رجل هو الصراحة موقف صعب بقيت فترة من بعده كنت صغير وكنت كتير موضوع وأهلاتي كانوا خايفانين كتير أنه أنا روح سافر على أوكرانيا لأدرس بوقتها كانت أوكرانيا بعدها كان الاتحاد السوفيدي انفرط انفرط قال أنه محل الاتحاد السوفيدي وصار روسيا أوكرانيا لحال ليش أوكرانيا شفت كتير شباب راحوا وبعرف ناس أصحابي راحوا وكانوا كتير مبسوطين كمان ما تفهموني غلط ما تدرس الموقف أنه أنا أررت سافر وأمي قالت لي أوكي مامي وخلص ومش الحال وأنا رايح أدرس حكيم سنين فأنا قالت أنه أوكي فاين هلأ دائما بتروح على هيك بلد بديك تعرفي حدا أنه هناك لتقدر تروح ما فيك تروح هيك فبوقتا كنت بعرف شاب أنا وكتير صديق لي وبعرفه مني سألت وقال لي هكي ندرسونيك أكبر مني قال لي ما تروح قال لي مانا بلاد سهلة بلاد صعبة قالت له مان أنه مش أصعب من أمريكا يعني عشنا بأمريكا وعايشين بأمريكا وكننا نحنا وصغر بأمريكا وعشنا بكتير دول قال لي فراس الموضوع غير بأوكرانيا مانو إيزي قالت له بدي جرب وروح طبعا أهلتي ما عجبون أنا أصررت مثل العادي حطيت خلاص قال لي بس أنا مش هكون هونيك لساعدك هاقلك إنه شو تعمل أشياء شوي لتقدر تزبط أمورك قالت له أنا بعرف شوية شباب بعرفهم من زمان إنه من لبنان وهيك وهنا هونيك قال لي الناس اللي بتعرفها غير لما تكون هونيك والناس اللي كنت تعرفها قبل وعب يحكيني نصائح والله بس أنا هلا بتذكرون من بعد ما يعني صارت الحادس وبسنين صارت تعرفي قيمة الشغلات اللي بيحكيها واحد إنه ممكن بتعرفي الشخص باسم الغربة غير بتعرفي الشخص منيح بس تما تسافري وتتعرفي على وين البيئة اللي قاعد فيها كمان بتفرق أنا تلفنت للشباب الشباب رحبوا فيي أهلا وسهلا فيك أنا رايح هيدا الولد هكي يعني يعني عرفت كيف أهليته عاطينه مصاري أخذ معي خمس ستة آلاف دولار لأدرس أنا ولابس تيام وكذا وكان بوقتها أنا أحط غولد تشين هون غولد تشين هون ها عندك صور؟ من وقتها؟ لمكن يكون عندي صور حسنا أحط لكم إياه هون والله العظيم عندي صور عندي صور إيه؟ وهلأ بكونوا عم بشوفوها على الشاشة عندي صور بصلت على أوكرانيا طبعا كيف أنا تين ايجي ولد صغير 17-18 سنة طالع على أوكرانيا يعيش ويدرس حكيم ستين من كل دول العالم في روع أمريكا يدرس حكيم ستين ما درست أنا أمريكا وما روحت روحت ع أوكرانيا قال لازم تخبي مصرياتك هون قلت له كيف يعني ما فيه خلي مصرياتي ما قال لا عادي بفوتوا الروسي بسرقوا السوري بفوتوا الأوكراني بسرقوا من نسرق كل ذلك قلت له كيف يعني ما فيك تطلع بمصاري تاخد معك شوي البيئ كله بتخبى بالبيت طبعا انتي ولد منك فهميني غريب الموضوع فكان عنده مكانة الخياطة نحن نخبي مصرياتنا هناك او اذا بدك تخبيهم بقلب الباب يعني سوري البردية ما بيكون فيه هيك البردية بتحطي بقلب يعني أماكن مستحيل حدا يفتش تصور هايدي ريل هايدي ريل هايك هايك الحياة أنا قلت له لك خلينا معبي هايدي المكانة الخياطة بتطع في المكانة الخياطة بتقلب هايك وحطي المسارج حطيت مصرياتي اخدت الاربعمائة خمسمائة دولار لصرفهم على العملة الاوكرانية لنقدر نشتري ونعيش ما فيك تصرفي بالدولار وراحت مع الشباب لنشتري غراد ومغراد وكذا لتروح تصرفي لازم تروحي على البازار بازار كبير كل العالم هونيك وبيبيعوا أشياء وهيك فهونيك بتصرفي مش بالمحلات الاكسي تشينج هاوس بقلونوا نسوق السودا فلتاخدي سعر أعلى طبع هونيك بتعرفي على الحياة وانت تتعلمي شوية كلمات نابرافا ناليفا والله رجعتيني لو أرى سنين مش ذكريات حلوة بس انه واحد بتعلم كتير من السفر ومشان هيك واحد لازم يسافر كل الاكسيبينيس وكل شي بتدرسوه بالجامعة وبالمدرسة ولا شي قدام الاكسيبينيس تبع السفر الاكسيبينيس بتخطيها بالسفر غير كليا تبقى معك بدل حياة بتخليك تصيري قوي بتشوفي ناس كتير بتتعرفي على كلمات كتير بتتعرفي على أمور ما بتحلم تشوفيها ولا فيك تدرسيها ولا حتى أهلاتك فين يعلموك يجيهم هو انتي بديك تاخديهم فطلعنا على البزار طبعا أنا ساقت بالشباب الشباب بعرفهم الشباب قالوا لي عمال هيك ماشي هيك الشباب لبنيس بعرفهم أصحابي والله لا ذكرت الموضوع عن جد كيف هيك الدنيا رحنا على البزار لا أسمي أسماء ممكن يكونوا يتابعوني لا 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 أعرف قال لي أنا بمشي أول شي أنت لازم تمشي ورا واحد من الشباب بيكون وراك لأنه أنا معي المصاريق قال حتى مثل كانوا يحموني لأنه مبتعف كيف حدا نقوم بأخير أنا أقول شو غير شو هو الوضع السكيري 24 ساعة هيك 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 البلد كان اللتراري هيك شينا بالبزار قال لي الشاب لدي ماتين المصاريق لأنا صرفنا أنت ما حتى عرف تحكي معه بديه هو عايش هونيك هل مصاري راح أنا ماشي معه بس أعتقد أنه سيصرف المصاريق يعطيني يون ونرجع نروح نشتري أكل بدي أشتري أنا مخدة بدي أشتري لحف بدي أشتري أشياء أشتري للبيت بطرح ما بدي أعيش بالغرفة اللي بدي أعيش فيها ما في خمسة دقايق اختفى وينو وينو فتش عليه مش مبين هذا اللي معي اللي ورا قال له وينو قال لي ولا ما بعف قال له ما بريد ما في حدا خطف هيا هيا خطف عدنا مفتش ما عاش معي مصاري ما أنا عطيته المصاري والمصاري الباقيين بالبيت عساس أنه بدي يصرف ونشر الغراض ونرجى اختفى قال له له هيدا الشاب طب شو نعمل قال لي امشي نرجع لع البيت مننطروا هلا بس بيجي لهونيك طبعا بديه الموضوع منوصر على البيت بقي باب الاباربت مفتوحة ايه؟ أنا نقزت مفتوحة باب الاباربت وكل العفش والاغراض كلها فوقاني تحتاني عم بحكي جد أنا هلا عم برجع تزكر وحيد الله عم برجع تزكر الامور متل ما هي بتطلع بحالي هيك أنا طبعا أنا خفت تلفزيون على الارض كل شي حال الارض الدنيا كل يعني انت قاعدة ببيت اتصور حدا كأنه حدا نبش البيت كله وقلب العفش كله اول شغلة شو بيك تعملي بيكتروح تشوف اذا مصرياتك موجودين مزبوطة لا لا؟ مزبوط اللي حطيتهم بقلب هايدي ومعه 500 دولار هو هم يصرف لي يون لأنا الصرفن هو كبير الاول يعني كل شوي بشوي بوصل عالسوينج ماشين ما فيه مصاري انا لتري ري قاعد ببلد اجنب عمر 18 سنة او 17 سنة ما معي مصاري ما معي مصاري ما معي مصاري معي لتري ممكن عشرة دولارات او خمس دولارات بجاية خلصوا المصاري بلو لازلوا بتطلع فيه للشباب وين مصرياتنا قال انسرقوا كيف انسرقوا المصاري وينه الشاب هاده اللي كان معي بعد ما رجع هو صاحبي بعد ما رجع تبه بعد ما رجع كيف فاك غريب الموضوع طيب المشين ما فيه مصاري الصبي اللي رجع بعد ما رجع البيت كله عساس انسرق معي انت طيب انا شو بعمل هالهون طب لا سرقوا طب كيف نبشوا البيت وكيف ألفوا المصاري هون طبعان بوقتها ما عم فكر انا قلت لا انا عنيت الطيبة وهيك لا يا شباب ما علي الشي وتسك وخلص ما هم حدا نصروا شي وهيك وهيك منرجع ما تجيب مصاري ابتالفن لأهلي انا هيك عهنية طبعا انا شعق بس بنفس الوقت انه لا لعرفش بعضه موجود بس انسرقت المصاري انا ما فهمان شي كيف وليش الشاب اللي قال لي اول شي ما تروح وانتبه يا فراس مانا الامور متل ما انت بتشوفها اتليست انترني لروح لهونيك لكون انا دقيت له قصة واحد ثلاثة بلش خبط عراسه قال لي ثلاثة ايامه بكون عندك ما تحكي شي ولا تقول شي طلع من البيت وروح عند حدن تاني قال لي مثل ما عم بحكيك لانه ما في حدن اوكراني او روسي مع احترامات لكل الناس فايت يسرق بيت ما بيسرق تلفزيون اللي حقه ثلاثة اربعة تالاف او اشياء تاني او بلاي ستيشن او هيدول بيفوت بيسرق المصاري دو غري ايه شوكو عرفوا وان المصاري قال لي ما فكر فيها قال لي لما بدنيجي يسرق البيت كل شيء كوب ما تبياخده قال لي قدنا شغلي بالبيت بتنسرق هونيك ما في مصاري العالم بده مصاري فشافوا البيت هيدا كله ما سرقوا شيء بس اخدوا المصاري قال لي مش مظبوط فيك واسش مارك على الموضوع طلني لا ايجي وبعدين بنشوف طبعا انا ان شعك هو اصحابي لا مش مظبوط انا كذبته قلت له مش مظبوط شباك بعدني عنيتي قد ما واحد يقول نيتو طيب ايه وبيحب الناس ما بتعفي اذا هيدا منيح ولا غلط والله العظيم انا عم بحكيها مثل ما هي انا ماما عم بعمل مع مصاري ولا شيء طبعا انا بعدين بفكر بهذا الموضوع انا بلا مصاري بس الزلم اللي معه الخمسمائة دولار بعد ما رجع بيوصل ان شعك بيطلع هاك قلت له ان انا منيح الحمد الله سرقوا المصاري عمره ما احدا يرجع اكيدي معك الخمسمائة هلا ما نعيش فيها عابل ما اهلتي يبعطوا لي مصاري قال لي ما كمان دي جامب اون مي واخدوا المصاري مني انا بالسوق بالبزار طالوا نطو عليك تصورت يعني نطو عليك اللي هو بالبزار اخدوا المصاري منه والمصاري طبعي بالبيت كمان راحوا فانا هلا سوتنا معي المصاري بعدني الى هلا انا ما صدقت وعند يحكوا معي انا بعدني انا هيدا الولد الصغير اللي عايش عند اهله مدلل او ما عشو دي كنت سميه طالعي يسافر لأول مرة لحاله ببلد صعب جدا اهي كانت اول مرة اليك تسافر لا سافر قبل بس هايدي مع اهلي نحنا مهاجرين نسافر برا بس هايدي اول مرة اخدت اطلع على بلد متل اوكرانيا وعيش فيه لحالي انا وصغير هيك ما بعرف حدا الا شويت شباب اخدت اخدت وانا انا من الاشخاص اللي بحب يعمل هيك ما في مصاري شي مصاري روح بعد اطلع طب اوكي يلا فاين ما عليش معنا هيدون الخمس دلولات عشر دلولات خلالوا احنا كل فنون والله العظيم هم بحكي جن طبعاً لما حكيت الشخص جن قال لي لا كتير جابني عنده عالبيت وقعدني عن جد عمل معي كتير اشياء يعني هيدا فيه يقول انه هيدا زلمة كتير ادمة وكتير منيحة قعدني عنده بالبيت لانا تلفل لأهليات وليجيب مصاري بدون يبعطوهن مكان فيه مثل هلا مكان فيه وستن يونين وهالقصص هاك فيه شي اكستشينج هاوس بدك تسوقي ساعتان تطلع بالبلتران لتجيب المصاري فيه مخاطرة على مدينة تاني عيشة صعبة مانا سهلة ونحنا تلميزوا بدك تدرسي وانا بدي روح على جامعة انجلش ما بدي روح على جامعة ادرس اوكراني ازلوغة لانا اسره في سنة زيادة فانا بدي تغرف روح على جامعة انجلش فكان فيه جامعات بتدرس انجلش طب الانجلش فكنت انا حاكي معهم ومسجل بحاول اتذكر الامور فتصوري انت هو الشباب اللي هنه عساس بتعارفينه اصحابك سرقوا مصرياتك راح كل شي وما بقي شي معاك طيب انت هلا ادى ببلد ما معك تاكلي ما معك تاكلي قررت انه ااخد شقة وما اقعد مع حدا بس لانا اقدر اتصرف واخد شقة ما بعرف لانا ما بحكي اللغة فالشاب هادي حاول يساعدني لقالي شقة طبعا كيف ادي اوصف الموضوع بتفوتي بارب بارك كلها شجر تلج كتيد 20 تحت السفر بنيات عالية تفتح يعني هيك الشقة تفتح اول باب بتفوتي تقريبا شبترين ثلاثة بتفتح الباب التاني ليكون في عازل من البرد بتلاقي عالم عطول على الارض من مية قدمة تلج وبرد بيكونوا بيشربوا فوتكا بيشربوا اشياء هيك لما طلعت بعد استأجر الشقة زبط لي الشقة واستأجرها وحطها بعد فترة انا بدي جبت مصاري من احلاتي وراح اشتري الغراض للشقة مثل اي واحد من انت اقول عشاقة جديدة في عندك السنشوز بكتشتنون اشتريت الغراض وطالع يوما من الايام هادي ماتش جمعة عشر ايام ممرق بالبارك طبعا انا عن جد عم بتذكر انا انا عم بحكيك مش انه شي يعني بعدها هيك فلاشماك فتحت الباب عتم دائما تفتح الباب تفتح الباب التاني فتحت الباب فتت حدا بيتمشني ونقذت انا اتنين هيك اوكراني كبار هيك اللي بتذكره اذا مش غلطان يا جماعة اذا بعدني عم بتذكر الكلمات اللي كنت بعرفة انا طبعا مش فهمينش ايه انا عم بسرخ كماشني من هون وحطنا على حتو يقلي دونجا كماشني من الخوانية طبعا انا هون شو تكلي تصرفي وين المصاري طبعا انا الابارتنت فوق يقشري طلعوا لفوق الوين وفيه سليح هايدا انا الطفل هايدا المرحلة عشنا هايدا المرحلة صارت معي انا يب موت يبدي طلعوا لعطيه مساري ما في حال تاني فأنت هون عم تفكري بسرعة قلت انا ميت ميت يعني يحيق اوصي فوقت يحيق اوصي فوقت فشويس اطلع اكسب وقت بصير شي معي حدا اني شوفني كذا اليفيتر في كامل ما بعرف that's how i thought طلعنا بالوقت طبعا انا عم برشف عم ببكي وسمي اللي بديك تسمي فتحت البيب ودفش البيب وراح زاترتني على طاولة الاكل وقعد كسرت بحكي جاد بحكي جاد بحكي جاد المساري اللي جبته من الهلية 500 دولار اللي بعطوا لي ايوه انا ماشي اموري اعطيتو ايها النقط سيقوص لي اخذ المساري وفل طبعا انا بقيت ساعتين ثلاثة ما عم بصير بعدني مسك عم بستوعب شو صار معي ما عم ببكي كثير 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 ها اختصر الموضوع صار اللي صار عمل 100 قصة دفع مصاري جاب لي باسبوري رجعت على البيب وهي كان ومعاش دعاست هديك البلاد من الوقت ومارجعت كملت حكيم لا كملت مختبر سنان بامريكا درست اخر كملت دراسة وجدت على امريكا وكملت الدراسة الونيكة كلها ومعاش كملت حكيم سنان اصلا هي موضوع حكيم ستان كان غريب بس انه هو غريب انه احنا نعرف انك انت درست هك شي هلا هو كمان بارت من الاهم الموضوع كله سوى اندفاعي لروح على اوكرانيا وادرس كمان العب باسكتبول انه اتمرن كتير والعب باسكتبول انه اتمرن كتير والعب باسكتبول وانه اصبح واحد من الموضوعين وانه اتمنى الحياة يحدث معي وانه كانت حادثة من الحياة ان شاء الله تكون بسطة استقنستوا وانه مش حكيها لحدا قولي وانه سألتني السؤال وانه سألتني السؤال خلينا نغيض جو التراوما اللي انت دخلت فيه رجعتني عشرين سنة لورا نسألك شو اغرب شي اكلت بحياتك اغرب اغرب شي شي ما اكلت بحياتك من قبل وجربته هناك تمساح الليجاتر كيف اكلته كنا ناكو في محل واحد كان على الواتر فرونت بعد ما تخلص السهر بالليلة وتلاقي هذا المكان فتح وعطول عليه زحمي طبعا لا تذكر الاسم بس في بورتلاند اوريجان وفي محل الواتر فرونت والحلو بيحطلك تمساح مختلفة اللحمة تنقلب تتبهر بحيات ويضعها بألمينيوم على شكل مختلفة وكيف تعمتها؟ لا تتذكر بس تتذكر انه ما تقبلتك كثير تعمتها ويرت مالحة اللحمة قاسية غريبة منزغري انا مشنون بالاكل ماتت الهام رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم نشوفكم بالحلقة الجاي وما تنسوا اشتركوا الجرس اذا فيه شي اسئلة حابين احكي فيها او شي مسلا مواضيع بحب احكيها مش غلط ابدا رمضان جانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة